موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد نناقش فيها موضوع واقع التعليم على ضوء الاستعداد للافتتاح الدراسي المرتقبي فاتح شهر اكتوبر القادم معنا مشاهدين الكرام للنقاش في هذه الحلقة متو عبدالله انجاي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين أهلا وسهلا مرحبا إذن أيام قليلة تفصل عن بدء الافتتاح الدراسي الرسمي في موريتانيا كيف ترين بصفة عام واقع ومستوى الاستعداد والجاهزية لاستقبال العام الدراسي المرتقبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم ولنشكر قناة مرابط لتاحة تاهي الفرصة كما أشكر وأهني زملاء المدرسين والتلاميذ والآباء والشعب الموريتاني بصفة عامة بحلول هذه السنة الدراسية الجديدة التي نتمنى أن تكون أفضل من سابقتها فيما يتعلق بالاستعدادات أرى أن هناك كثير من المعوقات وتنقص عن الاستعداد لهذه المدارس الدولة استعدت وأعلنت أن الافتتاح سيكون فاتح اكتوبا إن شاء الله نتمنى أن يكون ذلك لكن لا ننسى أن هناك المشاكل التي تتعرض لهذه المؤسسات الدراسية البنايات هناك بعض المؤسسات الدراسية التي لا تصرح لاستقبال التلاميذ خاصة بما أن موسم الأمطار هذه السنة تأخار كثيرا هناك مناطق في الحوط الشرقي في العصابة في قرغو القديماقة مؤسساتها جاهزة لاستقبال التلاميذ من هيك عن بعض المؤسسات الموجودة حاليا في العاصمة التي فيها المياه متراكمة منذ سنتين حتى الطرق المؤدي لبعض المؤسسات تعرقل الوصول إليها حتى في ساحات باحات المدرسة موجود الماء هذه كلها معويقات تعرقل سير العملية الدراسية ينبغي للدولة أن تكون قد تخذت تلك الإجراءات لكنها الغابة الإجراءات ويعني ما نسبة هذا الواقع الذي تتحدثين عنه عن نسبته من النسبة الإجمالية للمدارس إذا كنت تتحدثين عن مدارس محدودة في مناطق مختلفة هذا ليس معرقلا معرقل شيئا ما لأن هذه الولايات التي ذكرت فيها كثير من مدارس معرقل تعرقل تعرقل فيها عن سيرة العملية الدراسية حتى في نواقشوط هناك بعض المؤسسات في السبقة في الميناء في الميناء الدار البيضاء مؤسسات غير جاهزة لكننا نحن تعودنا على هذه الصيفة ينبغي عن أن تتخذ الدولة هذه العطلة الصيفية أن تتخذها لتجهيز المدارس ولي شفط المياه عنه حتى بعض الحجورات السمنتهم يتساقط حتى بعد أن ندخل في سنة دراسية ويمطي شهر أو شهرين نلاحظ أن يوما بعد يوما نلاحظ أن هناك متهالك الدولة ينبغي لها أن تستقل لفرصة العطلة الدراسية لترميم هذه المدارس أخذ الدولة إجراءات ورممت بعض المدارس وإنشأت جدد لكن تناست أن هناك من يحتاج لترميم أكثر لكن أين دوركم أنتم أيضا كنقابة هل رصدتم ما يجري ويعني تحدثتم مع الوزارة الوصية وبالتالي كان هناك مستوى من التعاون والتكاتف في هذا الجامع اسمح لي أن أقول لك أننا نحن أكبر نقابة قمنا بالكثير من الجهود ومن هذا المنبر الدولة دائما تتجاهل هذه النقابة لا أدري لماذا لكن في هذه النقطة بذات في هذه النقطة بذات قمنا بالتحسيس وطلبنا لقاء الوزير وطلبنا حتى لقاء رئيس الجمهورية ونجدد أيضا طلب لقاءه حتى بالأمس كنا في صد مؤتمر صحف غاناتك الموقرة كانت موجودة طلبنا فيها لقاءة رئيس 21 أكسطس قمنا بوقفة أمام الرئاسة وقبل ذلك قمنا بوقفة قبل ذلك من أجل أن ننير للرأي العام هذا الموجود وأن نوصل صوتنا لكن الدولة والوزارة والحكمة تجاهلت طالباتنا ولم تطرب لكن نحن قمنا بالتحسيس على وسائل التواصل على النقابة عندها مشموعات تواصلية كثيرة تطرق عليهم تحسيس مستوى وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن قمنا من قبل 15 يوم قمنا بتحسيس على هذه الوسائل ضرورة تواجد المعلمين المدرسين في ما كان عاملهم من أول يوم ونلاحظ أن حتى عندما نمر بالمدارس أول يوم الافتتاح نلاحظ من سنة أو سنتين أن أكثر تواجد نسبة المعلمين من التلاميذ وهذا يعود إلى رابطة أباء التلاميذ ينبقي أن يحسسون التلاميذ بضرورة الوصول إلى المؤسسات لأول يوم عندما نلاحظ أول افتتاح نجد أن نسبة المدرسين تحضر بنسبة أكثر من 90% لكن طلاب للأسف للأسف كثير من المؤسسات والأكثر لا يتجاوز 20 إلى 15% هذا الشيء مرسول دائما نحن نقوم براس عمليات جرد يوم الافتتاح الدولة حسسنا وقمنا بتاع طلبنا حتى اللقاء لإشراك في العملية لكن الدولة لم تجد تستجيب خلال تقديم حصيلة الإنجازات التي قدمها وزير التهذيب كانت حصيلة من عام 2009 إلى 2018 لكنها تضمنت بعض التفاصيل على مستوى بعض الأعوام هل لاحظتم مثلا أنه بالفعل هناك تطور على مستوى المنشآت التعليمية على مستوى الاكتتاب على مستوى تجهيز القاعات وغير ذلك هل حصل هذا بالفعل؟ ما حصل بالفعل شيء يذكر لكنه لا يكتفي بالجميع لأن هذه الحصلة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية نحن مثلا هناك بعض وزير التهذيب الوطني وزير التهذيب الوطني في الأمس بمناسبة الافتاح الجديد حصيل موجود منها شيء الدولة قامت بإعدال إنشأت مدارس جديدة قامت بتجميع في بعض الولايات في بعض القرى في بعض المقاطعات هذه خطوة جبارة لأن والله تجد معلم موجود في مدرسة فيها خمس تلين وستة هذه خطوة جبارة وتذكر وتشكر لكن مع إنشاء هذه المؤسسات الجديدة وبذل فيها الكثير تجاهلت أن هناك مؤسسات من السبعينيات من الثمانيات تحتاج إلى الترميم ولم ترمم حتى الآن حتى موجودة هناك من هذه المدرسة رقم ربعة الموجودة في السبخة قرب المستوصف ورغم ذلك الحصيلة تضمنت رقما بشأن عدد المدارس التي تم ترميمها وما زال الاقتضاء وما زال النقص موجود حتى الآن قضية الاكتتاب هناك خطأ كثير للأسف عن المدرسين موجودين لكنهم لم يستقلوا بصفة هي المطلوبة تحويلات تحويلات لا تكون في صالح التلامي ولا في صالح المؤسسات هناك قبن في بعض الولايات في التحويلات حتى أنك المدرستين يكون بينهم 500 ميطر تجد الواحدة مكتوة طاقمها التربوية زيد على بنيتها التربوية والمدرسة التي بجانبها تكون أكبر بنيت تربوية وفي أربع مدرسين أو خمسة هذه مليئة بالمدرسين وهذا لا أريد أن قلنا من شأن زملائي وزميلاتي لكن هو الواقع نحن يجب أن نتكلم عن الواقع كما هو هذه المدرسة تشحم بالمدرسين والمدرسات ربما لتقطية عليهم وربما لله أعلم الدولة أخبر في ذلك والمدرسة التي بجانبها تكون مقتضى فيها أربع مدرسين أو خمسة ومحمول عليهم حملة 12 قسم تربوية والله 13 هذه الدولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في توزيع المدرسين كما ينبقي مع الاقتصاد الموجود التام في المؤسسات التربوية حتى في العاصمة واخشوط حتى في أي نقطة من الموريتان جيدة تجبر أن اقتصاد الطلاب ما زال قائم حتى الآن إذا الإشكال بالنسبة لكم في النقطة المتعلقة بالمدرسين يكمن فقط في طبيعة التوزيع وليس في العدد يعني العدد كافي لكنه غير موزع أعتقد أن العدد عندما يسير كما ينبقي نسبة كثيرة من النقص هذا معنى أن الدولة يجب أن تكون تكتب دائما نحن نشيط فصل فيه 98 تلميذ 70 في العاصمة وهم فيه الفصول تفيا مية زايدة أنا درست خمس سنوات في الداخل كنت ندرس مية مية زايدة في كي هيدي العاصمة وجيت لنواكشوت ومشبرت نفس بشكالية نحن قلقنا عن هذه البوادي وبعيد ولا كل لماذا المعلمة يوفقت البادية ولماذا المعلمة سياني شأن المعلم في العاصمة شأنه في الريف وشأنه في المدينة وشأنه في ذلك لكن يجب أن يتخذ مع المعلم طريقة يستطيع أن يؤدي بها واجب المعلم لا يدور عدقاني ولا يدور عدثري يدور لا طريقة يعيش هو بيها ويعيش به أولاده كما ينبقي لا يدور فر القناة وكافي أنه عنده مهنة قال الله رسول صلى الله عليه وسلم إنه ما بوعته معلما هذا شرف للمعلم كبير أنه مقرأ أنه معلم متوفقا ولا يؤدي هذه المشبهة يقير يالله الدولة التي تطرح المعلم في الحسبان أنه ما يدور لا استقناء ولا يدور عدقاني ولا يدور عدثري يقير يدور وتوفر الطريقة اللي يعيش به هو مع الظروف اللي موجودة حالا في البلد ظروف الأسعار وظروف تدريس تركه وتدريس معلمين نزلقون نحن شورهم بيكتر أحواش وعود عنده هون ستة شاشرة والله سبعة لا بداله من السكن والوكيل والشراب ونعود ونعرف ونحن بضينا مع ذاك الراتب اللي يتقاض وذيك العلوات اللي يتبار هذا ما يعود عدل هو بسم الحال يقدقع يقري بسم الحال يعود يقدم مطمئن هو مرتاح البال ومتخمام وراه في الشاشرة كانوا مكال وكانوا مقرأ وكانوا الدواء وكانوا أنتم تنقابة هل قمتم بدراسة تقييمية لواقع التعليم بشكل عام بما فيها المدرسين المدارس ومستوى الجاهزية وغير ذلك هل رصدتم ما يجري هل أجريتم دراسة أو تقرير بهذا الشأن يكونوا أشمل ويتضمن معطيات محددة نعم نحن قمنا بعض التقارير عندنا موجودة حالا في أرشيف النقابة كل سنة نتم ونحن مواكبين الطريقة التربوية بنا نحن جزء منها كمعلم جزء من العملية التربوية ولا بد أن يعود بمواكبها يوم ومن بعد أنا مني أنا مني نقول لك أن خارق أي معلم ما هو لئي واكب العملية التربوية معلم صيفة عامة مواكب العملية التربوية والنقابةром الأنوطنية للمعلمين واكب العملية التربوية من أول يوم الافتتاح إلى 12 شهر على 12 شهر حتى في العطلة الصيفية ما تقبل الراحة عن عمل التربة وعن مواكبت وعن رصد جهود اللي يا الله يعدلوا الماء اللي يعدلوا الاختلالات والمعوقات والحلول هذا نحن الحمد لله عندنا فيه مواكب يوميا وسبوعيا ويالله العودة الوزارة تعود معانا شراكة لو أن نجبرنا آذان صارقية من طرف الوزارة والله من طرف القائمة على الشأن يعود حلة المشاكل والله بعد انقطع لشي منها ما نيني نقول لك كامل يا قرى بعد انقطع لشي منها اللي نحن بيادرين شوهدنا في ذا وبيادرين فيه القائل نفسه لأننا باخلوني شي ما عند التحسيس من عدنا طلبنا رقاء الوزير ونطلبنا رقاء الرئيس ونعرأينا وعدنا مؤتمر مؤتمرات التالية منها اللي عدنا يامس ويأكل نيرو للرأي العام على المواكبين العملية التربية وعلى أن هذا همنا نحن شي من المدرسين وعندنا أولاد وأولاد أخوه من درسهم العملية التربية ما أننا لا نهانين عنها بأي الصيفة يلين إن شاء الله تتحسنتهم رقاء ذي الغروف اللي بهي طيب ما أبرز المشاكل بالنسبة لكم ونحن على بعد أيام قليلة من الافتتاح الدراسي قلت لك كان أبرز اللي شفناه موجود أن مزال في بعض المؤسسات اللي ما هي جاهزة للتدريس ما هي جاهزة للتدريس كتاك فيها المياه طيب هذه نقطة تحدثت عنها هل هناك جوانب أخرى أساسية رئيسية ماذلة قبل الافتتاح الدراسي؟ كثير من المعوقات تعوق سير العملية الدراسية وجود المدرسين في الأماكن للمؤسسات المدرسين بدأوا وحدهم يسافروا حتى نحن في النقاب يامس بعض الزملاء الكثير منهم اعتذروا عنه به بعد منين واعد لا بد يحضر المؤتمر يامس ورانا ما زلنا ثلاثة يامس سابق الافتتاح لا بد دالوا يمشي إلى أن يوصع في اللي واحدين منهم لا يتاوي يقطعوا المدرسين واحدين منهم لا يتاوي يمشوا على لودوا الشيقع يمشوا فيه لا يفوتوا نهار والله نهارين واقفين في قرية والله فتش ريحان يشبروا شاريت والله فراس والله وانت ترفضهم مشهور بالمن يواعدين هذا الحقيقة نعرف على ما يلا تتأخر المدرسة عن زمن المحدد ولا يلا كنت تنقفر ملي مع الزمن المحدد يقير يلا الدولة تقبل لي شراءات تذيك العضلة الصيفية إياك أنه ما يعود يوم واحد يوم الافتتاح يكون جاهزين لمؤسسات وانشاء الله يعد ما فيمشي لا يشطان حتى الناس أنا طيب عادة حتى ندخل في أجواء الاستقبال الدراسي والافتتاح ما الذي يتم بالضبط خلال يوم الافتتاح نحن في يوم الافتتاح نحضر الساعات الصباحية للمؤسسة نستقبل هناك بعض المديرين في المدارس ونختار نخرج عن الموضوع شو نقول علينا المدير المدارس الأساسية للأسف اللي ما معطيها المدرسة الأساسية اللي ما هي معتبرة أنها مدرسة أساسية ما زال ينقال لهيكل تربوي اللي ما عنده قاعة فم نقطة في وزارة المالية هذا اللي نقال للمدير المدرسة الأساسية وشفت بعض المدير الإعداديات دائما يجول المؤسسات السابق الافتتاح بسبوع ويبدأوا يستقبلوا الطلاب يسجلوا الناس جديدا يعادلوا التحويلات ويجهزوا قاعات هذا عمل من المدير الرأس وعود معاه طاقم والله عود معاه بعض طاقم والله يتفاو يعدلوا مناوب بياك يعدلوا هذا الخرين يوم الافتتاح مانك لا يتجبر مؤسسة ما يجبرت مديره واقف ومعاه ليعاد ما هو الطاقم كامل قريل بعدك اللي لا يتجبر منه ما هو فهم ولا يعود حاصر ولا يعاد مسال مسافر والله يعاد عنده ظروف صحية يلي حاكمته تجبر الطاقم موجود هذا المعلمين ولمدرسين الصفة عامة لحق عندهم وطالعين وجايين ذا اللي معدلهم كامل وطالبتهم حقوقهم اللي ما هي معطية ما هو ذانهم عنهم يؤدوا لعمل ذا اللي يعني ولا إن شاء الله الدولة تعود راعية لهم ذاك تعدلهم ذا شهدنا الكرام بلنا توقف مع عفاس القصير ثم العود يبقوا معنا اليوم نبقوا الدولة تردى لنا اللفتة وتغطينا الشلوح له فيه يبردوا عضلاتنا يبردوا عضلات أخوتنا الدنيا رائعة قاد ما هو حد كان را حديدا ما إن شاء الله خير معنا المهم إننا تعبوتوا هوا جدا نقول والمولا معهم جدا نقول أهلا بكم مشاهدنا الكرام الجديد في جزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد والتي نتحدث فيها عن التعليم وأجواء الاستعداد لفتتاح عام دراسي جديد يرتقبوا أن يكون فاتحا شهر اكتوبر القادم مع طيفتنا متو عبدالله إن جاء عضوا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين أهلا من جديد يعني تحدثنا عن جانب يتعلق بمستوى الاستعداد من حيث يعني جاهزية المدارس وغير ذلك ماذا عن المدرس أيضا هو استقبل عام دراسي جديد ما أبرز تحدياته وما الآمال أيضا المعقودة عليه في العام الدراسي الجديد المرتقب بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله الرحيم ورحمة الله الرحيم المدرس توقع عليه كل الآمال لأن الإنشاح العملية التربوية يبدأ من المدرس وخاصة المدرس التعليم الأساسي لا يخفى على أحد أن اللبنة الأساسية عندما توضع وضع سليم وصحيح سيكون سيلمو ما قبلها سيتأسس السجيد أما إذا نهار الأس فإن ما فوقه سينهاره حتما المدرس وكيف يقول المدرس التعليم الأساسي عليه تكل العملية التربوية كاملة وللأسف نحن هنا في الدولة سمح لي نقول لك على أن ماننا عاطين وقيمته ناسين عندنا الدار يلينا ما تؤسس السمتين على أن دور الطيحة نحن نكرم التعليم الإعدادي والثانو العالي وعضوه سخامة كبار من قدوه ولينا نقال أن هذا قرأ يا الله لا فلا يظهر وش نزيل لحقوا الجامعة وتخرجوا وعادوا كثيرة لو كانوا ما بدقوا المعلم لا يقعدوا لحقهم من عند الرئيس للوزير للضابط للدكتور للصحوف غيرهم لا بدارهم يقعدوا على المدرس والمدرس دائما مستعد كالجندي مستعد أن يدرس في الحرب مستعد أن يدرس في البرد حتى تحت القيام حتى تحت التكيت في دوابة تلحق مدرس رافة ويرحالها وظل الصدرية مع الصباح وظلها الدحميس إياك على أنه قررت نام يقال مأكلة تشبهر أستاذ واقف لا أعداد ولا ثانا ولا ذا وذلك المناسبة نختار نوجه للدولة والوزارة والرئيس الجمهورية على أنه ما ينقال للتعليم الأساسي يعرفون أنه عادم وصالح هذا ما ينقال أن التعليم يتحسن وأنه نحن بعيد منه والله إيمان اللحم يمون على ذلك شيء غير ما هو قريب منه ما حد أعلن ما يشترك المعلم في العملية التربية إعداد البرامج البرامج تعليم الأساسي الخاصة مدرس يعد واقف الأقسام يدرس هو الذي يعدل البرامج هو الذي يعرف مستواته التعليم الإعدادي لا تتاول لكن الجهات التي تتول الإعداد أيضا ليست غريبة على العملية لكنها ليست في الميدان ما هي موجودة في الميدان هذو اللي يعدوا ذو البرامج لا يعودوا واحدين لهم عشرين سنة ما قطوا حمد الطبشون ولا قطوا ودخلوا على الأقسام ربما يعودوا قراء وقال عودوا واحدا متخرش وعين مباشرة رئيس مصلحة المعهد العالي والله بلاي دولايتين وقدم برنامج بسم الحلقة قد يقدر برنامج هو ما فى شاف مستوى التناميد ولا أوقف قدامه حتى يلي عادلوا سنتين ما يالله قاعدوا تقديم برنامج لكن يعني ما الملاحظات بالضبط على هذه البرامج اللي ندرس أنا الحمد لله درست من 2005 ملاحظة على هذه البرامج اللي ندرس نحنا متأكدين على أنها ملاحة اللي ذلني ناس رعدادون اللي اللي بعت مقيمتهم على أنها ما يمكتوب ومعدن ومطبوعة يا قير يا الله ينقبولها وحدا على الميدان حد موجود على الميدان أخبره بذلك اللي فيه أنا كمدرس في قسمي خبر أنا في مستويات التناميد حتى من المدير المدرسة اللي أنا مديري فوقي خبر أنا في مستويات هاو الطلاب اللي نجيهم يوميا من المدير اللي قاعد وراه قاعد يوميا المدير المؤسسة لكن هل يفهم من هذا أنه يعني هذه البرامج إذا تتماشى ومستوى ما تتماشى مع مستوى التناميد نقولها من ذلك المنبر ونقولها قدام الرعي العام على أنها ما تتماشى مع مستوى الطلاب حتى حجم الكتاب قاع ما يتماشى مع مستوى مستوى الطلاب حتى حجم الكتاب الراص أنت تلميدي داخل في السنة الأولى وارك من شي تعطيه تمرين في الحساب ذهب أحمدي للسوق عنده 200 واشترا وبقية له ودفع وبقية هذا بالحالة تلميدي كنت تخلص أولا لا يحل لك للتمرير ولا يعود أعطال ونص من 17 والله ثمانية بسم الحال لا يقدر هذه الكتب الموجودة لا تتماشى معها حتى الكتب الثانوية لا تتماشى معها لا تتماشى مع مستوى التعليم الثانوي لا لإعداد هذا نقوله المدرس 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 الموجود على الميدان يعد البرامج ولا يجب أن نشراك المدرس التعليم الأساسي في إعداد برنامج التعليم الإعدادي والثانوي لأنه لا يحق فم يلين بدء بالأساس الأساس هو اللي يبتنا المدرس هذا اللي يقول المعلم نحن أساتيث نتخو ماون يتقول واحد المدرس هو المدرس في صفة عامة يفترق السياسي إعدادي ثانوي تعليم عالي فقال لا يبقى المدرس لأنه حامد طبشور ويدرس لا بد من يعود في مشراك المدرس في العملية التربوية كانت وإي عملية تربوية يسوي إعداد برامج يسوي تخطيط ما مشارك فيها المدرس محكوم علي يبل فشل ما دقل دفرت الصلاح طيب وأنتم في ظل ما تتحدثين عنه وأنتم مدرسة منزلة عشر عاما يعني كيف تتعاطين مع ذلك أو كيف حتى تعاطت النقابة كالجهة أو النقابات كلها مع هذا الإشكال النقابات فليا المدرسين تذكر جيدا أنه في سنة 2009 2008 جابوا إستمارات أني يقص عن درس في كيهيدي جابوا إستمارات في سنتين 2007 و2008 جابوا إستمارات على أن نعطوا طباعات حول الكتاب المدرسي من قد شهيسيته من قد ملائمته للبرامج وقطعنا على الندري الحقيقة من قد للمستمارات ولا قط شفناها عقب ذلك ولا شفنا شي تقير ودائما نحن في النقابة الوطنية للمعلمين عدلنا ندوات تربية وتكلمنا عن الكتاب المدرسي وتكلمنا عن إعداد البرامج وعن أن يعد موجودين في برامج بتماشي مع مستويات الطلاة حتى أنا كمدرسة ندرس من الكتاب لكن بتقيير كثير نحن لا بد نتقيد بذلك البرنامج لا بد لك بتقبع مفردات ومصطلحات نقدر يستوعبوها التلاميذ لأن لا تقبع ذلك الكتاب كتاب في سنة ثانية نص القراءة يعود نص صفحة أكثر من نص صفحة سنة سنة رأى ذال يعود صفحتين درس بالقراءة يعود صفحتين حتى أنك إلا جزأتوا على أربع دروس أو خمسة ما يلي التلاميذ ما يستوعبوه بهم اللي ما يتماشي مع قدرتهم التربوية ونهي لك لا يقولوا هون القراءة ما يقرى وكان القراءة من العدو يعرفوه هذا فوق قدرتهم هذه المصطلحات هذه العبارات ما يقدوا يفهموه اللي القراءة يقعد فهمه من القراءة يقعد لي صعب عليه نحن القراءة يفهم كلمات تاعد صعب علينا أنا اللي نقول لك من ذلك من برع لني نجبر كلمات ذا الكتب ما نفهم ما نعرف معناه شنه عود نتصل بهل اللقاء العربية الحقيقيين وهل المعاهد يكانوا يشرحوا والي في السواء ذا الحقيقة هذا أيضا جانب آخر يثار بشأن المعلم نفسه إذا كانت هذه المناهج طبيعتها ومستويات التلاميذ حتى أيضا تقدموا ملاحظات بشأن المدرس نفسه كيف ترين ذلك كيف المدرس أيضا المعلم تأخذ عليه ملاحظات في هذا الإطار بأنه لا يمكن تحميل الكتاب المدرسي والبرنامج التربوي وطبيعة التلميذ أيضا كل المشاكل هناك مشاكل أيضا تتعلق بالمدرس نفسه كثير رقع مشاكل المدرس المدرس ما باقي مشكيل المسيك الماء عنده ما يمضروح عنده هو أولا حتى البرامج الذين يقالوا دليل المعلم وذين يقالوا الكتب يلا عود مستطفى المعلم ما يجبر ما يموجود هناك عن المساطر هناك عن البكارات حتى الطبشر بالنوعية الجيدة المدرس ما يجبروا تلحق بعض المدرسين هو الرأس ويشري طباشرهم من جيد وياك يكتب بهم التلاميذ ولاه يمشي يشري الكران يحضر فيهم التلاميذ ولاه يمشي هو في المكتبات يشري الكتب اللي خاصة به وياك يقدم منها الدروس وياك تعود المساعد على الدروس لكن هذه الظروف وإجراءات يفترض أن تتوفر في المؤسسة التعليمية وهذا هو اللي خالق والمدرس ما رأيضا عن المستويات فيما يتعلق بالمدرسين مستويات المدرسين كيف تمستويات الناس كاملة هناك المجدين هناك المجتهدين هناك الحفظة هناك المتوسط هناك المبتدئين يقير ريه نقول لك الموحدة على المدرس بصيفة عامة وخاصة تند اللي ينقاله المعلم تلحقوا دائما يبحث دائما يبحث عن المعرفة ودائما يبحث عن تقديم الأفضل للتلاميذ بيه اللي هو لين يدخل على التلاميذ ما تبعادي تنافس هو وذاك المدرس اللي له وذاك اللي له بيه اللي كل معلم يختار تلاميذ عدوهما القداميين هذا يالله نختار نقول للآباء مولي وعلى الشارع اللي تموا ندولين في القرايا والقرايا ما يقروا والقرايا واكليين بطل الدولة وليا يظلوا قاعدين على أنه ما أخالي قرا Great كاد أنه ما يختار الترك اللي يقرأ عن أولاده واخوته به اللي ما يدخل القراية ما يدخل على التلميذ إلا كان عدوه في الشارع ما يدخل عليه في الكلاس ما عاد هو صديق والحمي وعاد يختار وعد الليل فوق يختار وعد الليل قدام ما خالق حد يبقى 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 الجهد في شيء ولا يجبر نتيجته ولا خالق قرائي ما يبقى تلاميذ عدوهم القدامين تلحق القرائي نائما الباحث خلاصه يشري به الكتوب يشري بهذا كان البيع الزت يكان يقدم تلاميذ الأفضل يكان يشفع لك تلاميذ ذاك وتلاميذ ذاك لكن أيضا الحديث عن وجود فوضى أيضا داخل المعلمين داخل المدرسين الأسرة التربوية في شكل عام وأيضا عدم يعني الإعداد بما يكفي وعدم بذل المجهود أيضا بما يكفي من أجل النهوض بمستويات التلاميذ وهذا يلاحظ وينعكس على أيضا نسب النجاح هذه أيضا ملاحظات تطرح بشأن المدرس صحيح هذه الملاحظات تطرح بشكل خاص على المدرس لأن عدم نسب النجاح ومستويات التلاميذ ترجع للمدرس حمل منه وجزء منه يرجع للدولة كيف تقلت الأقبال على أن الدولة ما يتوزع أي التلاميذ المدرسين بصفة لي الله يوزعوا بها يوزعوا بها على الأخلاق يوزعوا بها على المصلحة لو أن الدولة تقبض المدرسين وتفكتيهم كل بلايدة لا بدها لهم المدرس يجيها ويعود هذا المدرس مديور في ظروف طبيعية قانيت وعاني يلجأ الشيخ القبيلة وقانيت وعاني يسلف معاند من البوتيك ويعود مولا للبوتيكراب قب الدين ومولا للبوتيكراب وشي ثاني وذلك الشيخ مونك ودايرو صيفه هو قدي عدل ما يخلق ذلك المدارس قدت لك قبيل تجبر واحدة فيها عشرين قراء والله قراءة ويعودوا فيها بنيتة تربوية على سب مدينة يقولوا ثمان أقسام تجبر واحد أخرى بنيتة تربوية ثلاثة عشرين وفيها أربعة قراءة ولا خمسة تجبر واحد منهم طاحت عليهم الحمى فرصوا على أن يعود في المدرسة بيلي اللي عادموا في المدرسة يقعدوا ثلاثة كلاسات والله ربعة ما عندهم حد هذا بسمي الحالة تلامي دراية قدوا يستوعبوا معاه بسمي الحالة تلامي دراية قدوا ينموه حتى ذيك اللي فيها عشرين حالها ما يبعد من حال ذيك اللي فيها الأربعة بيليليك العشرين نصها كامل يقعد لها مقطع لهم وأنا بعد من ذلك المنبر مااني رافضة من قراءة والله نقاردة فيهم والله هذه الحقيقة أنا قراءة ونبقي القراءة كامل يقع ما ينشاف على يمشي وخاصة نحن نأتي النساء لأن كثير نسبة موجودات نختار نقول لهم ونحن دائما عدل التحسيس على أن المرأة عندها نسبة طاها للقانون والله طاعتها للدول المرتاني عشرين في المئة والله في التعليم هي أكثر من الرشل فيه ولا يا الله يعود واحد مننا ما ديول عليه حق ما يؤدي أنا يعود أنا مريضة دوري راعي في زميلي ذاك والله زميل تي دوري يقبو عني الكلاس قال إن أعود أنا دائما محامل على أني مريضة وإني ما نقدم شدقة لغنى ما نقدم لا ذلي علي من الحق الله يلطف لا يقع قايمة به وذا يرم ولي حقي على حق وحدين أخرين ليعودها قابضة كلاس وإذا قابضة كلاسة يعودها كامل وهذا باسمي الحالة لا يقع التلميدي لا يعرف لا باسمي الحالة لا يقع التلميدي لا يعرف لا يقع التلميدي يقعد مرضودي لأن أعود فارجي على ثلاث كلاسات كل مكتب هذا هون يرشع للدولة وعدم مراقبته وعدم ولي نفهم بعض المدرسين للأسف ما هو قايم هو بماله ولا بي بعد أنه ما يقعد عدل بها لا هو وقع النكت والكدر والتخمام في الأمور الأخرى عد الوقاع هو يقيه بعض الوقت أنه ما يقعد عدل عمله يقال لا بد أن تنقبض فيه استراتيجيا هذا المدرس نحن نديره في ظروف تسمح له بعد أنه ما يعود متخام بشي لكن هل الظروف المادية هي وحدها تكفي من أجل أن تتوافر الشروط اللازمة من أجل أن ينهض المعلم أنا بعد قايلة وقايلة أنه المدرسين كاملين وقايلة الناس على أنه لأي موظف عاد عنده راتب قانيه عن رفوض الدين وقانيه عن التخمام أنه يباد في الليل يتخمم على أن ذاك السال وذاك السال أنه قد يأدي عمله ما تخمم بشي على أن هذه الدولة نين نديره المدرس في ظروف شيدة ما هي المادية وحدها شو عود موفر لمدرسة عود مدرسة ملائمة للتدريس عود موجودين طاولاتها حتى دصها المضبوط وموجودين الكتوب موجودين الطباشير والأقلام هو نين يدخل في الكلاس ذاك كامل موجودة في زره ورأي ذاك ما هو حالته المادية ما خاصة شيء هذا لا يعد العمل ودور لا ينعكس على الدولة اللي يعود هو إلى جلل المدرسة لا يتلوّد الكتاب يقدم منه درس ولا يتلوّد الأقلوم حتى الثلام يدير اللي يعود موفر اللي هم ذاك في المدرسة لا يلوّد يعود الكلاسة 4 أكتوب الله 5 لا يتوزعهم لا يعود هو نكدان من ذاك ما يعدل ورأي ذاك ما اللي يتخمامه بعيد هنين الدولة يدير المدرسة في صيفة عامة من جميع النواحي مدارس مجهزة بالبرامج بالمساطر بالكتوب بالطباشر جميع اللوازن ويندار هو في صيفة جيدة قطعا عن أنه دوري عملوا ما كلفه شيء إذن التوفيق إن شاء الله إلى هنا مشاهدنا الكرام نصله نهاية هذه الحلقة برامجكم المشاهد باسمكم جميعا نشكر ضيفتنا متو عبدالله إن جاي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدنا الكرام لأن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج المشهد لكم تحيانا جميعا شكرا لكم شكرا لكم